موسيقى الميازات اللعبة على البي سي انها تدعم 4K و ايضا الهدش دي ار و ايضا فريمات لا محدودة يمديك تطلع فوق ال 60 فريم لو بغيت و ايضا اللعبة على البي سي تدعم ابعاد الشاشة 21 في 9 واللي هي الشاشات العريضة و كماني يمديك تعدل مثل ما بغيت على اعدادات الجرافيكس و ايضا عندك اعدادات كثيرة موجودة في اعدادات الجرافيكس و واحدة من الادادات هذه عندك الـ Field of View و ايضا عندك الـ Shadow و اشياء كثيرة مرة مثل ما انتو عارفين حقوق البي سي فيه تعديلات كثيرة بامكانك تسويها على اللعبة ولكن هنا السؤال وش افضل تلعب ديستيني 2 على البي سي اما الكونسول البي سي يتفوق في اشياء كثيرة عن الكونسول بس لك احنا نذكر بعض المييزات الاهم اول شي لعبة ديستيني هي منظور اول وايضا شوتر و الكيبورد الماوس عندك تصويب افضل وايضا دقة واسرع وايضا لا ننسى انه اللعبة تشتغل على 60 فريم وايضا فريمات لا محدودة اما من ناحية الكونسول فتشتغل على 30 ثابتة الفريمات راح تفيدك كثير في العابة التنافسية والعابة اللي لها حركة سريعة لانه كلما زاد الفريمات كلما زاد عندك الاستجابة بشكل اسرع وبالنسبة الناس اللي يواجهون صعوبة في تعلم على الكيبورد الماوس او استخدام الكيبورد والماوس تقدر تشبك اي يد من ايادي الاكس بوكس 1 او البلاي سيشن 4 تشبكه في الجهاز وتقدر تلعب ديستيني بايادي كنترول حق الاكس بوكس والبلاي سيشن 4 الحقيقة الوحيدة انك تشتري اللعبة من متجر اكتروني عن طريق البي سي الرسمي انه عن طريق برنامج بلازرد واللي اسمه باتل نت فاذا حبيت انك تلعب ديستيني اونلاين لازم يكون عندك حساب في الباتل نت وكمان فوق كذا راح تستخدم الدردشة كتابية والصوتية عن طريق برنامج باتل نت المقدم من شركة بلازرد بالنسبة لموعد صدور اللعبة للبي سي هو يوم 24 اكتوبر يعني بعد شهر وسبوع اما على اجهزة الكونسول فاللعبة نازلة من قبل اسبوعين وحاب اذكركم بشي واحد اذا اشتريت اي كرت من كروت الشاشة حقيقة انفيديا اللي هي 1080 او 1080Ti لعبة دستيني 2 تيجي معاها مجانا وكذا نوصل الى نهاية المقطع اذا عجبكم المقطع لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وكان معكم اخوكم امران حازمي ومع السلامة اشتركوا في القناة